الكثة بقى أنا حكيتها لكم بتاع الظروف الحياة والصعبات وإحنا بكرة فيه إيه ومبارح كان حصل إيه الظروف اللي إحنا أو المود الناس بتحاول توقت تصدروا لبعض ده بيبقى محتاج إيه؟ بيحتاج بطبيعة الحال يعني لازم أقول دي عشان بس ما حدش يقول لي أنت بتعرفنا يعني بس لازم أقول دي عشان أوصل للي بعدها نحن نبقى قريبين من ربنا نحن بنعمل الفروض بتاعتنا بشكل كويس وبعد من قلب ربنا اللي بيقرى قرآن اللي بيقرى في الإنجيل عملت الكلام ده كله عشان تهدي عصابك وتقول ربنا رزقني اللي جاي بتبقى محتاج إيه بقى؟ بتبقى محتاج حاجات طرفهية فرج على فيلم فرج على مسلسل مسلهادي كده ما فيوش دوشة وتسمع أغنية خفيفة لطيفة ما فيوش برضو دوشة ده للناس اللي بتبقى عايزة تهدي عصابها زي حالات يعني لو مش عايزة يعيش في مود وحش والغالبية العظمة من الشعب المصري مودها الكورة الكورة الديني كورة مبسط أرتاح أنسى بقى شوية هموم أو أعمل لها هل كده شوية واركز بقى ومبسط في فرقتي في حلوة الكورة في متعة الكورة فلو سمحتم يا سادة يا كل من هم متعلقين أو لهم شأن في كرة القدم المصرية فكروا في ده وانتو بتشتغلوا وانتو بتقولوا وانتو بتنفزوا وانتو بتفكروا وانتو بتحاولوا تطوروا فكروا أن دي حاجة من الحاجات المؤثرة جدا في مودنا جميعا المود العام فكروا بقى ليه بقى تخلوا الموضوع كله؟ أنا باتكلم علينا كلنا كلنا في عصبية ونرفزة وأزمات ومشاكل أنا بقولك الكام يوم اللي فاتوا دول بس طبعا السنين اللي فاتت كلها مش كام يوم بس كام يوم بقى عشر رواحة برضو لما بيبقى أخذ أجازة بيبقى برضو بصص للتفاصيل من جوه ما بيبقاش الموضوع بالنسبة له مجرد خبر وعنوان وإلا حصل وإلا ما حصلش هو أنا ليه بقى قاعد في بيتي متوتر ومين بيتخاني ومين بزعلان ومين بيتنرفز ومين بيقول ومين مش عارف إيه وأنا بتفرج على كورة وأنا بتفرج على لعبة وأنا أصلا بتفرج على اللعبة عشان تسليني واتغيال للمود اللي ممكن ما يبقاش متزبط شوية حرام يعني خليك مسؤول أنا بتكلم المسؤول ده منين؟ من أول من أصغر لعب من أصغر لعب ده مسؤول لأكبر مسؤول في نادي أو في اتحاد راعي ربنا في الناس اللي بتبقى عايزة تنبسط اللي عايزة تفك عن نفسها أنا ما بفهمش والحمد لله أنا عمري ما شاركت في ده وعمري ما هشارك فيه فكرة الخناقة اللي حتول الوقت وإحنا بنلعب كورة بنتخانق وتلاقي حد يقولك إيه يا عم كريم أنت ما قلتش ما ردتش ما شفتش ما عملتش وإزاي شايف الخناقة دي وما دخلتش فيها وأنا خش شريخ ناقة وإنت تخش شريخ ناقة أنت كده كده كمشاهد أو متلقي أو مشجع أنت بتتورد في الخناقة دي بس بإيدك برضو تخلع منها بإيدك تخلع منها بس انت بتنجرف بتروح معاهم مع الناس اللي بيتخانق عشان خاطر حكم ولي بيتخانق عشان خاطر لاعب ولي بيتخانق عشان خسر المدرب ولي بيتخانق عشان خسر المطش ولي بيتخانق عشان مش عارف أسلو التحدي عمال لي ايه ولي بيتخانق عشان مش عارف رابط الأندام عملت ليش ايه ولي بيتخانق عشان عايز حكم مصري ولا حكم أجنبي ولي بيتخانق عشان لعيب رايح لنادي وما راحليش ولي بيتخانق خناء لدرجة إنه بقيت قالنا في شغلانتنا وإحنا دخلين الحلقة يقولك إيه؟ وإحنا هنتكلم في قضية إيه النهاردة؟ قضية قضية دي أخلاص دي بقت حاجة موجودة في أي سكريبت في أي برنامج يقولك قضية النهاردة قضية إيه؟ قضية إيه اللي في الكورة؟ وليه أصلا يبقى فيها قضية في الكورة؟ وليه أصلا يبقى فيها قضية في اللعب؟ لعب أنا بحب أكرر الكلمة دي كل شوية عشان تفضل تلين في ودننا لعب بنلعب بننبسط بنتسلة قضية إيه وخنائة إيه ومشكلة إيه؟ فخلينا نفكر مع بعض الفترة اللي جاية إنه إحنا بنتفرج على الرياضة وعالكورة عشان تبقى حاجة مسلية حاجة ترفع عننا فيه ظروف بتحصل في الدنيا كلها بتوترنا وبتقلئنا على بكرة وعلى مستقبل ولدنا وحياتنا القلق المنطقة الطبيعي اللي كل بيت بيقلقه طيب بنبقى محتاجين إيه في الوقت ده؟ حاجة ترفع عننا هي مش بتشيل عننا يعني مش هي لها هي مش هتروح مثلا تسددلك الكارد بس بتريحك شوهية بتخلي نفسك يعني قاعد أعصابك هادئة شوهية مش متوتر تخيل بقى لما الحاجة اللي مفروض تهديلك أعصابك دي توترك أكتر من قصة الكارد مثلا يعني تخيل ليه يعني بتاع إيه؟ ويقول لك بعد كده الناس بتوعكورة دول مشاكلهم كتير ما يعني حتى سمعتنا في الماركب بتاع الشوهي لنا آه دول بتوعكورة دول اللي عندهم مشاكل ليه عندنا مشاكل أصلا ويجي حد يقول لك إيه؟ حضرتك النهاردة اللي هو إيه بقى الاستقطاب ده أو اللي هو إن حد يجذبك لتخش الخنائة تخش الخنائة عارف أنت كلا بقى فيه تنين بتخلقوا في الشارع؟ تلعي واحد يقول لك إيه الحق؟ ده شتمك يا عمنا مال أنا واقف بعيد بس شتمك تعال خش معنا لازم تشاركني لها أدخل يقول لك إيه؟ هو أنت ليه ما تكلمتش على اللي قاله فلان واللي قاله علان وإزاي ما تكلمتش على مش عارف اللي حصل في إيه وتخنقت إيه؟ أنا شخصيا وأنا من الناس دي وأنا عارف أن فيه منهم كتير مش أنا الواحد يعني أنا مش بتاع الخنائات دي ولا أخشها ولا أحب أشوفها ولا أحب أعرفها ولا أحب أكتب عنها ولا أحب أعلق عليها بس أحب أشاول من بعيد بلاش خنائات بلاش خنائات نراعي ضمرنا في المتلقي بس نراعي ضمرنا إحنا من الساعة ما عملنا برنامج والحمد لله من قبل البرنامج وإحنا منشتغل ميديا سواء صحافة أو إعلام الواحد دايما بيفكر فكرة إنه هيطلع إزاي من الحلقة وهو خلى الناس تاخد معلومة وتسلوا تسلوا درداشة درداشة في الكورة نتكلم بقى فاربعة تلاتة تلاتة وتلاتة أربعة تلاتة وتلاتة خمسة تنين واللعيب دا إزاي هيفيد الأهلي واللعيب إزاي دا هيفيد الزمالك والزمالك محتاج يخرج مين والأهلي هيمشي مين كلام الكورة اللي بيحصل في العالم كله انت لو تبعت مثلا برامج بتحصل في إنجلترا واخد بالك بقى إنجلترا إعلام رخم رخمة والصحافة صعبة بشكل يعني بتقطع الجلد كل شوية بس تفرج على البرامج ما تلاقيش خنائات هتلاقي الخلاف على إيه دا لعيب وحش وإلعيب حلو دا مفهود يكمل في ناية دا وطبع ما كاملتش في ناية دا دا المدرب دا لعب بالطريقة دي ولما لعبش بالطريقة دي فكان يبقى أحسن يعمل مش عارف إيه البرنامج كله الحلقة كلها ما فيش بقى سجمة في البرنامج فيش فكرة في البرنامج قضية اليوم ما فيش الكلام دا فيش قضية كلمة عضايا دي إحنا بتدعناها من سنين بس أشي إحنا لقينا فجأة نفسنا جوة مجتمع عضايا في الكورة لازم كمانا نساعد بعض إن إحنا نلغي القصة دي كلنا أنا راجل بشتغل إعلام من فترة كان عندي أخطاء وفيه انجرافات للمشاكل زي دي شوف أنا هو بعترف من عندي حضرتك كمان بعتعترف كمسؤول في نادي كلاعب في نادي كمدرب في نادي كراجل في التحاد كورة بتعترف كده وتقول إيه لا لا فعلا أنا انجرافت مع الحكايات دي والمشاكل دي بس من الفترة اللي جاي احنا مش هنخش المشاكل دي كتير بقولك أنا أسبوع عايزين بقوله إيه في مقعد المشجع على مقعد المشجع أعباء بشوف المشجع المفهود يحس بإيه لأ المشجع مشحون أنا فيه مين عمل إيه ومين خلق مين ومين حكم إيه ومين ضرب مين ليه ليه الواحد بيبقى إيه صاح من النوم بيبص على جدول المباريات عارفك مش مش من النهار ده بس فاكين زمان لما كنت بتبقى في الجرايد زمان جدول المباريات أو مواعيد المباريات بتبقى بتقول إيه الله ده فيه مطش الساعة 2 هيخلص الساعة 4 هيبقى فيه مطش الساعة 5 رايح بقى في الساعة 4 دي أكل حاجة ده يوم الأجازة طبعا مش يوم الشغل لو يوم أجازتك يعني والساعة 5 يا ده كمان فيه مطش بالليل أوروبي الساعة 10 ده يوم النهار ده حلوة أوه في الكورة ويبقى صاح من النوم فاي ومبسوط أبا كلم الناس اللي بتحب الكورة صاح من النوم مبسوط الأجازة النهار ده هتبقى عظيمة كلها كورة وكلها حاجات حلوة حابقنا نسحة من النوم يا طرى الخناء إيه النهار ده يا طرى المشكلة فين النهار ده يا طرى القضية إيه النهار ده فيش حاجة اسمها بقى كده حابيت أبدأ مع حضراتكم ده وإحنا في بداية سنة جديدة نتمنى بصدق بصدق نتخلص من الموروسات دي بتاعة المشاكل والأزمات اللي ما بتخلص وكلها شبه بعض كلها شبه بعض أي مشكلة شايفها النهار ده أو مبارح بص من سنتين من ثلاثة من عشرة من خمسين هتلاقي نفس المشاكل طب إيه مش منتعلم طب إيه يا جماعة مش نويننا تخطى المرحلة دي طب حتى يبقى عندنا شوية كرياتفتي أو ابتكار يعني في الإسماء مشاكل أو قضايا ده هي هي مين الحاكم اللي عمل لي ومين الحاكم اللي زعلني وأي فريق أي فريق عشرة بس أنا فهم وأنا بتكلم كلمتين دول على طول دماغك هتقعد تروح لهنا أو دماغك التاني هتروح لدود القصة ببساطة شديد أي نادي في مصر أي نادي في مصر كل الأندية دون استثناء بيكسب تبقى الدنيا حلوة ووردي وجميلة إدارة جميلة ومدرب عظيم ولعبين ما فيه زيهم والحكام مصريين رائعين وندعم الحاكم المصري الجميل والفار حلوة كل حاجة حلوة طول ما أنت بتكسب كل حاجة بتبقى حلوة بتكسب إيه مثلا تكسب لك 10, 20, 30, 40 مطش تكسب لك 50 ألف بطولة ودي تخسر مطش أو مطشين فجأة تلاقي الجمهور زعلان من الإدارة تلاقي الإدارة زعلانة من حكام تلاقي المدرب متدايق من اللي بيحصل معاه من الإدارة وتلاقي اللاعبين زعلانين عشان المدرب ما بيلعبهمش وتلاقي فجأة بقى فيه 80 ألف أزمة جوا النادي اللي كان ماشي بشكل رائع جدا بس يخسر مطش اتنين فتحولت الدنيا إلى سواد فجأة دي ده بقى كياسا بقندية بتصارع الهبوط بقندية كمة بقندية وسط هتلاقي نفس الحكاية اسرح وتأمل وأنا عارف طول ما أنت مشجع لفريق يعني أنت مشجع للفريق أنا مش عايزة أسمي النهارة تحديدة دايماً بسمي بس مش عايزة أسمي عشان مش عايزة الكلام يروح لحد بعينه هتبقى أنت مشجع للنادي الفناني على طول على طول أنت هتشوف نفسك متطهد من التحكيم أي نادي أي نادي فوق ربك كده برضه أما الحكام داي أندي أنا الحكام ما بيعمل ليش حاجة طب لما بيحسبولك حاجة كويسة لا مش فاكرة حاجة كويسة ليك يعني حاجة عادلة مش بقول إنهم جاملوك عادلة لا مش فاكرة طب غلطة لا هي دي بلا هفتكرة غلطة يعني ما الغلطة دي أصرت على النتيجة طب ما كان فيه غلطة برضه لصالحك أصرت على نتيجة المباراة لصالحك مش فاكرة فهنفضل إحنا عايشين في الجدل داته للوقت أنا بس بيبقى عندي تحفظ مش على الجماهير أنا عندي تحفظ على الناس قائمين على الكورة في مصر لكن الجماهير كده كده مشاعرهم دايماً يعني مش مش هيبقى فيها مش هيبقى فيها توازن مش هيبقى فيها حيادية أو منطقية أو وقعية هو هيبقى شايف فرقته بس ومش شايف حد غيره منطقي في كل حتة في العالم شكراً جمهور لا يلوم عليه أبداً فكر صحة فكر مش مظبوط هو لا يلوم عليه أبداً هو يتحرك بعاطفته فقط وليس بعقله لكن المسؤول لازم يتحدث وينفذ ويأخذ قراراته من عقله من عقله بس أنا حبيت أبدأ بالكلمتين دول السنة الجديدة لعله وعس أنا عارف إنه الكلمتين دول بتبقى فطفضة ومش أكتر ونادراً لما يعني ممكن الكلمتين يلمشوا مع أحد بس هو دي ده من فطفض أنا وحضراتكم زي ما تعودنا مع بعض في الفطفضة دي